بينما يقضي الأطفال وقت فراغهم في اللعب يقضي يحيى وقت فراغه في القراءة والمطالعة فقد كان هذا الطفل قبل أيام أصغر مشارك في مسابقة عالمية تواجد فيها أكثر من خمسة آلاف متسابق من مئة دولة البرنامج كان يخدم الكبار والمسنين عن طريق الاتصال السريع يعني الكبار والمسنين سمح الله إذا كانوا ببحد ومصالم شيء والكل يعني يروح للدوام أو يروح للشغل فلهذا أنا صممت هذا البرنامج أنا مودي ساعة أدم لأنه يعني عن موبايلات عما يتلصون عن الإسعاف يحيى طالب في مدرسة الموهوبين طور برنامجا دكيا لمساعدة كبار السن ممن يعيشون وحدهم وذلك لطلب المساعدة عبر الهاتف وبعدة طرق منها النداء بكلمة واحدة وإن كان لا يستطيع الحديث فيمكنه التلويح بيده فقط أمام شاشة الهاتف ليرسل التطبيق نداء إلى الجهات المحددة فيه شارك في مسابقة عالمية للبرمجة والذكالة الصناعية يعتبر أحد أصغر المشاركين في هذه المسابقة عالمية مسابقة في أكثر من 5200 شخص مشارك 99 دولة عالمية حصل يحيى على المركز الثاني رغم صغر سنه وكان البرنامج الذي عمل عليه مهما من حيث الفكرة ويسعى اليوم بعد عودته إلى تطويره بصورة أكبر والحمد لله حصل مركز الثاني عالميا في هذه المسابقة ويعتبر أصغر مشارك في هذه المسابقة مرتبة جيدة في هذا المجال وإن شاء الله تفرح أهل الموصل بهذا الإنجاز اللي حقق إن شاء الله كرمت رئاسة الوزراء هذا الطفل الموهوب وها هو اليوم بعد عودته إلى المدينة يكمل دراسته ويستغل وقت فراغه في تطوير مهاراته مثل ما استغلها في فترة جائحة كورونا وحقق الكثير عندما كان حبيسا داخل المنزل من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير